احنا اتعلمنا قبل كده ازاي نعمل color composite اللي موجود قدامكم دلوقتي كده على الشاشة ادي النمازج المختلفة بتاع color composite نتيجة الكلام اللي قلناه النهاردة احنا قلنا العين البشرية هتشوف يا دوبك في الرنج بتاع الدوق المرئي من 4 من 10 ل7 من 10 مايكرونان فان di اللون الازرق من 4 من 10 ل5 من 10 وبعد كده اللون الاخضر من 5 من 10 ل6 من 10 وبعد كده اللون الاحمر من 6 من 10 ل7 من 10 لو انا خذت اللون الاحمر وازهرته بلون احمر وخدت اللون الاخضر وازهرته بلون اخضر وخدت بتاع اللون الازرق وازهرته بلون ازرق اعمل تركيبة الوان زي اللي انا بشوفها بعناية المجردة اللي هي الصورة اللي موجودة ناحية الشمال دي لكن احنا اه نلاقي ان الرنج بتاع الرؤية البشرية دي محدود بينما امكانيات اللي استشعارها عن بعد ممكن لنهاية تديني امكانيات اكتر بكتير ان احنا نشوف اختلافات عينينا البشرية ما كانتش بنشوفها نفس المنطقة هي هي لما جينا عرضنا في الصورة اللي في الوسط اللي هو عملنا فيها ايه خدنا البند بتاع نير انفوريد وازهرناها بلون احمر وركبنا التوب عند التانيين معاها فنبص كده كل اللي احنا شايفينه في الصورة ديت لونه احمر هي كانت نباتات خضرة بس النباتات ديت ما كانتش واضحة بهذا الوضوح في الرؤية بتاع الترو كالر احنا كده بقت اكثر وضوحا بكتير انا شفت اختلافات ما كنتش بشوفها بعناي المجردة نفس الحكاية برضو لما جيت عملتها في الناتشورال كالر كومبزيد اللي احنا عملينها نحية الليمين نتيجة ان احنا البشر بيحب او بتعود انه هو يشوف النباتات الخضرة كبلونها اخضر فخدنا النير انفوريد خدناها اظهرناها بلون اخضر فوضحت النباتات الخضرة بوضوح في الصورة كما هو واضح بالتأكيد بالتأكيد هي اكثر وضوحا عن الصورة اللي موجودة ناحية الشمال اللي هي الترو كالر كومبزيد بعد الصور الجميلة اللي احنا تفرجنا عليها ديت عايزين بقى نديلنا حبة نصايح نقول لما نيجي نركب التركيبة الكالر كومبزيد بتاعتنا نراعي ايه كويس مهمة قوي ان احنا نحلل الصورة بتاعتنا قبل ما احنا نركب تركيبة الالوان يعني ايه نحلل يعني شوف الارتباط الاحصائي ما بين البند ومختلف فلما الاقي مجموعة من البند فيه ارتباط عالي ما بينهم يبقى يكتفي ان انا اخد بند واحدة من دولة من مجموعة البندات اللي ليها ارتباط عالي فدائما وابدا مسلا نمسك الصور بتاعت اللاند سات الخمسة على سبيل المثال الاقي ايه الاقي بند واحد واثنين وتلاتة دايما فيه كوروليشن عالي ما بينهم مفيش داعي ان انا اعرض التلاتة دولة في الكالر كومبزيد فيكفي ان انا اخد واحدة منهم بس في التركيبة الالوان وعدنا برضو هنلاقي ان البند بتاعت خمسة وبند سبعة دايما في بينهم ارتباط عالي فينفع ان احنا اخد احد البندات دي بس ثم اخلطها مع البندات الاخرى اللي ما بينش فيها ارتباط عالي فده احد التركات المهمة اللي الدارس مفروض يراعيها لما يجي يعمل تركيبة الالوان دي بس كده لا ده في حاجة في غاية الاهمية ان انتو مفروض تعملوها ان الدارس مفروض يتفرج على المنطقة ويدرسها الاول يفحصها ويشوف المختلفة فيها ويبتدي يعمل حبة كده يشوف اه بتاعة المختلفة لكل موجودة ايه وبالتالي هو هيقدر يتخيل بعد كده اللون بتاع دي في الصورة هيبطلع لونها ايه لما يعمل هذه التركيبة دي حاجة في غاية الاهمية ان الدارس اه يعملها حاجة برضو اه اضافية ممكن اه يعني اه اه ننبه اليها لما تيجي تعمل تركيبة الالوان نقولك ان الحاجة اه اللير المهمة اظهرها بلون احمر ويه ثم اللون الاخدر والاقل اهمية خليها في اللون الازرق طب الاهمية ازاي شوف انت بتدرس ايه وانترس ان انت تظهر اختلافات ايه في الصورة ويخلي اللير دي هي باللون دوت ديت كده يمكن بعض النصايح العامة اللي اه اه نرجو ان انتو تتبعوها اه لما تيجي تعملوا تركيبة الوان لكن الكلام دوت ننبه انه هو يختلف من منطقة الى منطقة حسب التركيبة بتاع الجراوند كافر المختلفة في المنطقة نبتدي بقى نشوف ازاي احنا هنتفرج على اللون دي كافر المختلفة ونميزها في صورة الامر الصناعي لو سمحتم نبص كده على الرسمة اللي قدامنا الرسمة ديت بتعبر على الرفلكتنس كيرف بتاع تلات انواع اساسية من الجراوند كافر عندي كيرف ليه المية وعندي كيرف المتصل دوت للنباتات الخضرة وعندي الكيرف التاني دوت ليه الاراضي الجاف حل ننبه كده نبص عامة لو انت انتريست علشان تميز اراضي يبقى انت بص في المنطقة بتاع الميدل الانفورد ديه ان الرفلكتنس بتاع الاراضي هو اعلى حاجة موجودة وفيه فرق كبير بينه وبين اللي تحت منه اللي هو بتاع النباتات طيب لو انا انتريست ان انا اميز النباتات واختلافاتها بص كده على الكيرف لما الكيرف بتاع الفيجيتيشن عالي قوي وفوق الكيرف بتاع الاراضي ده كان موجود فين موجود في الحتة بتاع النير انفورد فيبقى الحتة بتاع النير انفورد الويفلينس ديت مناسبة جدا علشان اميز اختلافات النباتات ربما جزئيا في اللون الاحمر في الويفلينس اللي هي من عندي اه ستة من عشرة لسبعة من عشرة كده ديت الجزء ده الاراضي اعلى كتير نسبيا برضو عن النباتات فديت ممكن تبقى فيها انفورميشن جزئيا لبعض الاراضي احنا شفنا الكلام ده في اللي كانت في المحاضرة اللي فاتت طيب احنا النهاردة هناخد لصورة امر صناعي وهناخد باند محددة ونبتدي نعكس الكلام اللي احنا بنقوله اللي احنا شايفينه على الكيرفات دوت ازاي اميز بيه الاجسام على الصورة هناخد صورة ايه صورة اللانت سات خمسة تي ام خمسة ديت على سبيل المثال وناخد فيها باند محددة وهي باند اربعة باند اربعة ديت هي عبارة عن النير انفوريد حلوة اوي نمسك اول اه كيرف اللي هو التحتاني خالص طوت اللي هو كان بتاع المية حلو يا ترى المية بتظهر ازاي في النير انفوريد على صورة الامر الصناعي اللانت سات ام خمسة زي ما احنا شايفين كده المكان اللي انا واقف عليه دوت تقريبا المية مش بتعكس طاقة يعني هتبقى غمقى اوي يبقى ابص كده على الصورة بتاع الامر الصناعي المتوقع اللي يكون المية فين اه الحتة السودة ديت اللي قدامنا ديت هي اللي متوقع ان هي يكون المية طيب نفس البند ديت نعلة شوية كده لقيت قبلت الكيرف بتاع الاراضي الجافة يعني القيم بتاعتها تبقى متوسطة فانا اقول ايه لما يكون القيمة متوسطة في الابيض والاسود ده اتوقع على ايه هلونها ايه يبقى درجات لون رمادي رمادي اه غمق رمادي فاتح شوية حسب القيمة اللي انا اه واقف عليها فاتوقع على طول ان اللون الرمادي الغمق دوت اه هو عبارة عن اراضي جرداء طيب النباتات الخضرة موجودة فين بقى في الصورة دي اه ده قمة الكيرف من فوق يعني اطلعت خالص كده في بند اربعة اطلعت فوق خالص كده لحد ما وصلت لي الكيرف بتاع الفيجيتيشن فهو اعلى القيم فلما يكون القيم عالية اوي يبقى لونها يبقى فاتح في الصورة يبقى افتح اللون عند اللون الابيض والرصاصي الفاتح اوي دوت دوت اعتبره مناطق زراعات خضرة كده اقدر اميز او اربط ما بين الريفليكتانس كيرف والاجسام اللي موجودة على الصورة نعكس بقى الحكاية المطلوب منكم ان انتو لما تمسكوا صورة الامر الصناعي وتقرؤ التركيبة بتاع الموجات او ايه الموجة اللي انتو واقفين عليها نقدر بالعكس عكس المعلومات اللي احنا قلناها دي اتكاه هنقول ان الحتة ديت عبارة عن مية الحتة ديت عبارة عن نباتات الحتة ديت عبارة عن اراضي جرداء وهكذا بنفس الفكر اللي احنا عملناه كده ان احنا ترجمنا بتاع الريفليكتانس على درجة اضاءة موجودة في الصورة اشتركوا في القناة